اشتركوا في القناة كان عندهم مناسبة لقاءهم الأول كرجل وامرأة اللي بيتعارفوا فكانوا دائما يحتفلون في مطعم خاص وفي احتفالية خاصة كان أيضا مناسبة الخطوبة مناسبة الزواج مناسبة ولادة بنهم الأول بنتهم وهكذا كل المناسبات كانوا يحتفلون بيها بشكل استثنائي في أحد السنوات الظروف الاقتصادية اللي مرت بيها العائلة ما كانت حقيقة تساعد على أنه يحتفلون مثل ما كل سنة كانوا يحتفلون فالزوج اقترب وقال لزوجتها هل سنة يمكن ما راح نقدر نحتفل مثل ما تعودنا كل سنة أن نحتفل الزوجة وهي الأوم وهي مدبرة خالد بالطبع ماكو هناك مشكلة أبدا في هذا الموضوع يكفي أنه احنا دا نتذكر هذه المناسبات وهذه المناسبات بالنسبة لنا لها خصوصية كبيرة كل شيء هالسنة عوض أن نحتفل بيه خارج راح نحتفل بيه داخل البيت ولهذا السنة كلها كانوا دا يحتفلون بهذه المناسبات بشكل أكثر مفرح كعائلة وفي بيت هذه السنة وإحنا دا ندخل الأسبوع العظيم اللي هو أهم أسبوع في حياتنا المسيحية ما راح نقدر نحتفل كعائلة مسيحية كلنا مثل ما تعودنا أن نحتفل هالمرة راح نحتفل كلنا بالبيوت ولذلك أطلب من عدكم أن نستعد بفرح أن نستعد بفرح من أجل أن نحتفل في بيوتنا بكل هذه المناسبات اللي هي خاصة جدا في حياتنا كيف راح نحتفل؟ أولا وأهم شيء أن يكون عدنا الإيمان بمعنى أن لا نخاف وإيماننا أنه إلهنا هو أب مدبر ومحب راح يقوينا أيضا بحيث نقوي الآخرين يكون عدنا مجال أيضا أن نفرح يكون عدنا مجال أيضا أن نحاول نضحك هذا مهم جدا كثير حلو هالأيام دا تصل لنا كثير من البوستات اللي بيها مواقف طريفة مواقف مضحكة يمكن أكثر من كل الأوقات هالمرة تصير كثير من المواقف الطريفة اللي تحاول ترفع من معنوياتنا لكن الله إلهنا يريد أيضا يرفع من معنوياتنا خلال هذا الأسبوع بشكل خاص أدعو كل عائلة أنه تجعل من بيتها الصغير الكنيسة اللي إلهنا يريد هالسنة يحتفل بشكل خاص كيف راح نسوي هذا الشيء؟ ممكن أنا نحضر في زاوية من زاوية البيت طاولة صغيرة طبلة أو ميز من أجل أن يكون مخصص للاحتفال هذا الميز هذا هو ميز احتفالي أكيد هو من كاتدرائية فأكيد يكون ميز خاص لكن أكيد كل الطاولات الموجودة بالبيت هي من الطاولات هتكون مخصصة لإكرام ربنا نحضر هذا الميز وممكن هذا الميز نحط له في تشورتشف خاص على هذا الميز نحط أول شيء الصليب ممكن يكون على قاعدة أو ممكن أيضا نضعها بشكل أفقي أو ممكن أيضا تمثال ليسوع ينبع الرحمة أو لقلب يسوع أيضا يكون على الميز معه يكون شمعتين ممكن شموع بهذا الحجم أو ممكن شموع أصغر الكتاب المقدس كلمة الله أيضا يكون على هذه الطاولة ولأنه نحن نؤمن أن إلهنا بتدبير بعث إلنا ورافقتنا أمنا العذراء دائما اللي هي شفيعاتنا وأمنا اللي تعتني بينا فالمسبحة الوردية أيضا تكون موجودة عندما تبدي الاحتفالية ضروري جدا أنه نستعد بمعنى أنه نكون لابسين ملابس لأنه إحنا رايحين للكنيسة ومع بدء الاحتفالية نشعل الشموع ونتابع القداس ونتابع الموعظة وخلال القداس رح يكون عندنا أيضا صلاة للمناولة الروحية اللي القديس الفونس ديليغوري كان دائما يصليها عندما يعرف يشتاق جدا إلى المناولة لكن ما يقدر أن يتناول دائما يصلي هذه الصلوات ضروري جدا أن نتابع القداس ونكون دائما في تواصل نقوم ونجلس ونركع خلال كل بث القداس إلى أن ينتهي القداس ويكون كلش مفرح عند ربنا أنه يكون هناك وليمة غدا أو عشاء بعد القداس كعائلة هذه الأيام هي أيام بيها أيضا نعرف شنو اللي صار وليش اللي صار إحنا الأب والأم رح يكونون معلمين لأن الأطفال رح يسألون شنو معنات كل هذه الاحتفالات الأب والأم ضروري أن يكونون مستعدين أن يجاوبون أولادهم ومن أجل أن نساعد كل أب والأم أن يجاوبون على أسئلة كثيرة أولادهم رح يسألوها عن هذه الاحتفالات رح يكون عندنا أيضا بعض الإرشادات والتوجيهات للأب والأم حول كل عيد نتمنى أنه نعيش متضامنين بالصلاة متحدين بالصلاة خلال هذه الأيام وأهم شيء نتذكر أنه إلهنا يريد أن يكون معنا في هذه الأيام وفي كل الأيام عما نؤيل ملاحظة أخيرة أقولها داخل القداس أثناء سماعنا للقداس إذا شفتوا واحد من أفراد العائلة أخذ التبسية وراد يجمع التبسية حاولوا تقولوا لها أقعد ماكو تبسية ماكو تقادم خلال هذه القداديس ربنا يبارك الكل واحتفالات مباركة للجميع قم لمارا شوح الشمي